اشتركوا في القناة وبينهم بيشرفني أعزائي المشاهدين بيكون معنا في فقرتنا فضيلة الأستاذ المستشار محمود سعد ألريان أهلا بك يا فعلي كل سلام حضرتك طيب وأهلا بك في أول ليلة من ليلة شهر رمضان ده أنا أشكرك على السلام الجامعة في أول ليلة من ليلة شهر رمضان شرفني أشكر فضيلة سعدة المستشار محمود كلنا بنعيش رمضان وكلنا بنعيش أجواء شهر رمضان حتى قبل رمضان ما بييجي كلنا بنكون بنكلم بعض كده بنقولك ريحة رمضان هلت علينا في المعنى الدارج بالنسبة للسادة العموم عموماً يا عموم الشعب ولكن رمضان لي خصوصية عند كل واحد مننا نعم رمضان لي مع كل واحد ذكرى رمضان لي مع كل واحد مننا حكاية فيا ريت تقول لي رمضان بيمثل للمستشار محمود إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام لأول خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأنا بشكر حضرك على الاستضافة الجميلة في الليلة الجميلة في أول ليلة رمضان بأن شعبنا المصري وأمتنا الإسلامية وكل أهل الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المعاصر شهر جميل شهر عظيم شهر تتنزل فيه الرحمات لكن عايز مع ساعتك نتناول الشهر من وجه أخرى تفضل عارف السنة المالية للمحاسبين تبدأ إمتى تبدأ واحد سبعة واحد سبعة وتنتي تلاتين ست أي سنة مالية للشرك في الدولة في الهيئات تبدأ واحد سبعة وتنتي تلاتين ست اللي يجب لي ينتبه إليه الناس أن أنت لك سنة اسمها السنة العبادية سنة العبادية اتناشر شهر اللي اتناشر شهره دول بيبدأوا من واحد رمضان لغاية وعلى أخير تسع وعشرين أو تلاتين شعبان تمام يا رسول الله أراك أتكسر مسلم في شعبان ليه؟ قالك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تمام فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فيه اتنين وأيام في الأسباب يرفع فيه الأعمال بس رفع الأعمال في شعبان ده سنة الختمية بقى خلاص تمام صفحة اتقفلت اتناشر شهر قفلهم ساعتك احنا بنعرض على الله سبحانه وتعالى صحائف صحف عش سمانين عش سعين عش سمية بهبط الصحف بتقفل قفلت لك سنة في أول مغرب اللي عد يعني اتقفلت السنة اللي فات اتفلت وانتهت احنا النهاردة في أول يوم في السنة الجديدة من هذه الليلة ايه من هذه الليلة في السنة بنوضحها بس للسنة المشاهدين عشان يعارفون دي أول ليلة في السنة الجديدة اللي انت هتعيشها بقى بالزبط خلينا بقى محاسبين عشان انت لازم تكسر من حسنتك أمام ربنا سبحانه وتعالى ايه الموضوع أمام الله موضوع حسابي صرف مش هو السنة يوم الحساب حسابي صرف طيب انه بقى لك خلاص انا اكسر من الصيام في شعبان لانه شهر بترفع في العمل فعايز يختمه وهو بأحسن حال وربنا يعلم ضعف النفس البشرية فيبدأ لك سنتك العبادية بشهر زي شهر رمضان شهر رمضان هو ايه نهاردة شهر رمضان هو نفحة زمانية من الله سبحانه وتعالى يعطى للعباد نفحة ان لله في ايام دهري نفحات ألا فتعرضوا له ربك يعني قري لله سبحانه وتعالى منك فيها خير يبدأ لك سنتك العبادية اللي هي 12 شهر يبدأ لك بشهر رمضان لانه عايزك تبدأ بكمية كبيرة من الحسنات بدي لك شحنة جندا شحنة جديدة 30 يوم لو علمت امتي ما في الخير من رمضان لتماكن كل السنة الصلاة فيها ب70 الفرض فيها ب70 العمل الصالح فيها يعادي الفرض قصة كبيرة ليه لتسوي 84 شهر زي ما بيقول كده ساعة المصار اوكازيون اوكازيون اه الهي اعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه للعبد ليه عشان عايزك تبدأ السنة لنه ويخترف بقى هنجي في السنة هنجي بعد كده المسائل ايه يعني ان ننسى رمضان والرمضانيون خلاص اللي كانوا بيعبوضه رمضان بينتهي ويعني أنا مش معلولك رمضان شهر الصلوات رمضان شهر الكرآن رمضان شهر الطاعات مين يقل الكلام دي هو انت خصط رمضان بس بشهر الطاعات تم ياجب الاثناشر شهر هم شهر الطاعات اللي أسبوعان تعالى شهر الصلوات كل الايام نازل يكون صلوات يا اخواننا رمضان ما هو إلا منحة إلهية دافعة لك في أول سنتك العبادية عايزك تكسر تكسر من عمل وقل سعبتك ازاي احنا هنتحسب ازاي قدام ربنا حتى تسأل نفسه يوم الحساب يوم الحساب وإحنا متحسب أبا الله سبحانه وتعالى احنا بتقرض صحفنا على الله سبحانه وتعالى هتطلع علينا الصحف خلاص خلي بقى عشان السلام المشاهدين ياخدوا بالهم من أنفسهم الموضوع خطير والله مش سهل الموضوع خطير وهنتحسب وما كنا معذي بنا حتى نبعث رسوله عيش ستين سنة بتعرضك ستين كتاب اللي هي السنة العبادية اللي اتفقنا عليه دي مراية على وشها كده يسأل الله وأعلم العبدة كان بيصلي وما بيصليش كان ليصلي يا رب تخيل بقى ان الصعف دي مليانة أعمال خير حج عمراء بس ما كانش بيصلي لا ينصب له ميزان شيل ما يتكلمش معاه الصلاة عمد الدين من أقامه أقام الدين من هدم الدين قضي الفرد وسقطه بعيد عن قبوله أو عدمه طبعا تكون حريصة على أنه يقبل بس تأدي الفرد ربنا فرده يبتدي حسبك ما في الصلاة ما يحسبكش تعال بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى حسبنا ازاي فيه حديث خدناه احنا صغيرين أو يجب حفظنا بس ما ركزناش فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت الصحابة من المفلس في أمتي قالوا المفلس رسول الله من ليس له درهم ولا متاع اللي ما عندوش فلوس قالوا لا 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 المفلس في أمتي من أتى يوم القيامة بإيه بقى صلاة وزكاة وحج وعمر خلي بقى الإرادات الإرادات بلغة المحاسبين الإرادات أتى بإيه صلاة زكاة حج غمر كل كل يبقى ده الإرادات حسناتها تعال بقى للمصرفات وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفى كدام هذا وأكنا ملهز تعال بقى يا جميل نتحسب عنده كم حسنة عنده ألف عليه كم سيئة تسعمية تسعة وتسعين سيئة طيب فهيأخو زهزة من حسنات ما قص الله حساب تصفي فهيأخو زهزة من حسنات وأزب من حسنات فإن فنيت حسناته ما عادش عنده أخذ من خطاياهم بدأ يبقى بالسالبة بدأ يخسر ثم طرحت هلي ثم طرحت في النار طيب ربنا حسبه وطل له حسنة واحدة هيعمل إيه بالحسنة هيخش بقى الجنة ولا نر هيخش الجنة المفترض الجنة بقى خلاص نعم لأنه عنده حسنة شفت القصة في حسنة واحدة دخلك الجنة طب طلعت الأمور كيت طلعت حسناته قدوا سيئاته في عندنا في القرآن صورة الأعراف من تساوت حسناته بإيه بسيئاته فربينا قلوه استنى بقى لما تخلص المشهد العظيم ده فهو بقى يأكل في ضوافره يبص على الجنة يشعر أنها تملت ما عادش فأى مكان يبص على النار خططيفه بتقطف بالناس ده مقدار ألمه على ما ارتكبه في نص طب حيث بس كده ربنا بي طب بالضبط والأخ ربنا بيبين عليه ويدخل ده أصحاب الأعراف اللي ربنا تكلم عنهم في القرآن فياخونا محددتك وليا والأهل والبنات والناس النهاردة أول سنة عبادية خليك ملياردير حسنات ابدئ النهاردة إنك هتتحاسب بالشكل ده الحسنات يذهبنا السيئات السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ده فحوى رمضان ده رمضان يجب أن يكون وأستمر من رمضان إلى نهاية العام تجي واحد من بناتنا تبدأ أول للم رمضان المفتي قولك بكرة رمضان ثم حط الأشرب على رأس إيه ده هو بتغطي أشربك من مين هو السغفر الله عظيم من هذا اللفظ هو إله رمضان جه وهيمشي أخير ليلة اللي وقفة تقومني لا حاوله قتله بالله من يقل الكلام ده هو لرمضان إله وبقية الشهور هو إله واحد ده هو منعلك بمنحة زمانية زي ما يبيننا عليك بمنحة مكانية يا ربنا اكتبنا وكتبها لجميع المشاهدين والسامعين أن نحن نزور مك نحج نعتمر إدك منحة مكانية الصلب مئة ألف الصلب مئة الفرض بمئة ألف شفت الليلة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم رب اكتبنا ونزور حضرته صلى الله عليه وسلم الصلب ألف نروح المجزة الأقصى ربنا ميلا الصلب خمسمية ده اسمها منحة للمكان وتشريف للمكان نفسه للي ما راحش إدك منحة زمانية قالك رمضان يبدأه سنة عبادية اعمل بقى ما بدلك من حسناتك اشتغل ابدأ السنة دي بكم كبير من الحسنات عشان ما تيجي في نهاية السنة يقوم إيه وبعد شهرين يقوم عطلك وقفة عرفات تفضل أستاذنا الفاضل أستاذ المستشار المحمود لأريان خدتني في حتة وضحت لي لأستاذ المشاهدين إن إحنا بنتحاسب مع إله نعم إله لا يظلم إله يمن عليك في الآخر بجزاء إذا كنت موفي لهذا الجزاء وبتحضرني آية فمن يعمل مثقالة ذرات خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرات شرا نيع نعم إذا نحن العباد لله سبحانه وتعالى بنتعامل مع إله سيحاسبنا على الفتيل والقنطير نعم سيحاسبنا على كل شيء نعم طيب أنا النهاردة في هذا الشهر الكريم إيه الأشياء اللي تخليني أغترف من تلك الحسنات أعمل إيه عشان يبقى عندي رصيد كبير جدا يعني النهاردة لما واحد عايز يعمل رصيد في البنك بيشتغل في التجارة تكسبه نعم ما هي التجارة التي تجعلني مع الله سبحانه وتعالى رابح في هذا الشهر الكريم الله يرضى عليك وعلى عرضك الجميل طب هناخد أبو محمد ونرجع حضرت أبو محمد كل سلام طيب تفضل معنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ هاني إزاي حضرتك أهلا وسهلا يا فهد وكل عام وحضرتك بخير وضيفك المستشار محمود بألف سحة وثلاث أهلا وسهلا بحضرتك طبعا أنت تتناولوا موضوع في المنتهى الجمال والروعة وطبعا المسلم في شهر رمضان محتاج يتوب ويغسل ظنوبه لذاته وزي ما قال رصاله سلم رمضان لرمضان كفرة لما بينك تمام فأفضل تجارة مع الله تكون راضحة في شهر رمضان سواء نهاره ولايله لو سمحت بعد إذن حضرتك يعني مخرجتها للمسلم اللي تمعان في رحمة ربنا في أواخر عمره طيب هنقولها إن شاء الله يا محمد أنا شرفت بحضرتك وكنت سعيد بلقاءك وكل عام وحضرتك طيب وكل سنة وحضرتك طيب يا فاند حرج عليك سيدة مستشار وقلنا كنا وصلنا لقلنا إزاي بقى أنا حبتدي أعمل الحاجات دي كده عشان أعمل تجارتي ورصيد كبير جدا زي ما قلنا لو تاجر حيتاجر في تجارة معينة عاوز يبقى منها مليونير بشتى أنواع الخيرات حتى النظرة قراءة القرآن بس يعني ليه خصناه برمضان رمضان يعني كل رماء بنزول القرآن لكن تقرأه طول السنة بكل وقت اعمل نفسك ورد يوم لو صبح الحسنة يا أخواننا بعشرة لا أقول ألف لام ميم حرف إنما ألف حرف ولام حرف ومين حرف اضرب في عشرة يبقى أنت لو قلت ألف لام ميم في أول بقرة ذلك الكتاب تلاتين شوف بقى سواء قراءة القرآن سواء في رمضان وغيره بس في رمضان الأمور مضعفة يبقى نبدأ هتقترف بقراءة القرآن زور على قد ما تقدر لأن الأمور بعد كال مضروبة في سبعين ويقول لك بقرأ وما فهمش هرود لك ليه بيقرأ وما فهمش لا إيه رأيسين وما تفهمش بس حاول هناك ملائكة تدون نعم حاول ويقرأ إذا قرأت القرآن يا سبحانه شوف لك أربعة من السواب السواب الأول سواب قراءتك السواب الثاني سواب نظرك لآيات المصحف يعني للذي لا يقرأ بص للآيات أو اسمع السواب الثالث ده اللي بيقرأ سمعك لنفسك سواب رابع إن ربنا منعليك وحد سمعك وانت قاعد تشوف عملت عملت رصيد قد إيه وانت قاعد تقرأ من القرآن الكريم في رمضان ده في عبادة واحدة بس أو في طاعة واحدة ده قراءة ده قراءة يعني يحضرني برضو إن هم يبردوا عن ناس في الزمن الصعب اللي احنا فيه وبنبه السادة المشاهد الكلام ده اللي بيحرابوا على نعيشاتنا وعايز يبعدك عن دينك يبعدك إزاي أميلي ما يليش معك حل يومي يرهبك من الحرمانية يقول لك المصحف خلي بالك لا يا مسؤول المطهرون ثم تعمل إيه هو يفسرك الطهرة هنا لازم تأمسه كل مرة وانت متوضي هو بمفهوم المخالفة بعدك عن المصحف أي دي أنت بالليل قاعد دافيان أتقوم أخذ أيتين ده مش متوضي يعني خليها بكرة فبعدك عن طاعة ربنا بتعظيم حرمته خبس عشان يبعدك يا أخي الطهرة يقصر الطهرة التانية ليه الحدث الأكبر ما تصدش دي اقرأ ورطل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا ده الكلام ده في يوم الإيامة فشو بعيدك عن الطهرة يبقى أول حاجة قرأة القرآن على المائدة الرمضانية تطلع لك بحسنات كبيرة جدا وتطلع بدفعة أنك ما تسيبش القرآن طول السنة البيت اللازل يقرأ في القرآن يطرأ الأهل السماء كنجم كما تطرأ النجوم لأهل الأرض شايفينه نفس الكلام فتبقى دفعة مشاقرة في رمضان وفي غير رمضان واتخذوا القرآن مهجورة أقل شيء تعمله تبسومك في وجه أخيك صدق امط الأزى من الطريق صدق أعلى درجات الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدناها امط الأزى من الطريق الإسلام دين عظيم دين إدك عشان يدخلك الجنة سيدك على العالمين ولقد قرمنا بني أدم وحملناهم في البري والبحر عايز يخليك سيد وانت سيد والرأس الجنات عرضان سماوة الأرض فيها ما إلي عالم رأت ولا أذن سمعت بس التزم التزم بالنهي نحن أخذ مدام فاطمة مدام فاطمة وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لك يا أستاذ دي ربط مثلا من الزكاة وكده يروح ليتيم أم وأب ولا يروح ليتيم أب بس الزكاة آه مثلا يعني حايدة طلع حاجة وكده حاضر طلع للتنين أم وأب ولا أب بس حاضر مش في سؤال تاني لكي لا لا كل سنة وحضرتك طيبة شكرا لكي طيب هنرجع للأسئلة بس هناخدها معنا في الآخر إن شاء الله طب سيادة المستشار يعني حضرتك وضحتنا يعني توضيح مبسط للسادة المشاهدين إن أنا دلوقتي لازم أتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى حتى لو ما كنتش تاجر في الدنيا ولكن أنت بتاجر مع الله سبحانه وتعالى ما معاكش مال ما معاكش رأس مال التجارة بلازم يكون لك رأس مال ولكن رأس مالك هو عبادتك مع الله سبحانه وتعالى تلوتك للقرآن هو رأس مالك ذكرك لله سبحانه وتعالى رأس مالك رأس مالك إذا معاك أنت رؤوس أموال ضخمة ممكن من خلالها تكون ملياردير زي ما احنا بنقول نعم وأكثر وأكثر طيب النهاردة لما بنشوف بعض الناس إلا ما رحم ربي بنشوف بعض الناس بتستهين بشهر رمضان يعني أنا مش قادر أقول بتستهين لأن اللفظ تقيل علي وأنا بقوله ولكن بتستهين بشهر رمضان إن أنا بشوفه بيفطر جهارا في الشارع بيشكم بيسب الدين في رمضان وأنت أكيد بنسمع الحاجات دي كلها وبنشوفها وبتتأذى مشاعرنا منها وأزننا يعني والمناظر بتبقى صعبة جدا إيه الحل دا يعني إحنا عايزين نوصل إزاي تختفي هذه الظاهرة من بلدنا ومن شبابنا وخاصة بيبقوا شباب وبتلاقيه بيفطر في شهر رمضان الكريم طب إيه الحل هل دا راجع للبيئة للأب والأم ولا راجع لضعف الوازع الديني إيه السبب في إن إحنا بنشوف هذه الظاهرة ساعتك لمست موضوع حيوي جدا دا عايز حلقات ومجلدات نتكلم فيه لكن هنختصره تمام نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنت نصر لا ينصركم بيعدت عن ربا بيعد عنك دا موضوع متاهي لا تجعل الله أهول الناظرين إليك إذا بلغ الرجل الأربعين وارتكب زنبا استحى منه الله رمضان عبادة سرية شوف عشان ناص الأمور اللي ساعتك قلته والمجتمع اللي بيحصل عبادة سرية ما يعرفش من اللي صايم إلا أنت وربنا إذا قالك إلى الصوم فإنه لي وأنا أجذبه دا حاجة عندنا لأنه محدش يعرف ما تقدرش يترأي بيه إلا تقوله أنا صايم وقد تكون مش صايم قلت بتصلي آه حاسة بتصلي شايفينك بتصلي بتذكر بتطلع آه شايفين لكن الصوم إزاي هتقوله أنا صايم ونت فتر أعظم ما في رمضان أنه عبادة المراقبة أن تراقب الله الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك وأقرب إليك من حبل وريد سيما أنت شايف بقول لحدك بيسب الدين في رمضان وغير رمضان تشتمين يا ربنا قالك ما تسبوش لذين كفر عشان ما يسبوش ربنا عدوى بغير علم وعلى لسانه تجري الأمور دي لأن الأسف نشأ في أسرة الوازع الدين راح ما عندهمش الألية اللي يعطيها فقد الشيء لا يعطيه طلع النهاردة ما فيش ما لقاش حد بيصل ما لقاش حد بقوله حلال وحرام ما لقاش يعلم ابنه كذب بطريقة غير مواشرة الباب يخبط قوله مش هنا طيب أنت قلت له ما تعلمته كذب هو فالوازع ده لما راح مننا وراحت مننا العقيدة بدأنا نخسر كنتم خيرة أمة وخرجت للناس احنا أمة النظافة أمة الأخلاق أمة كل شيء حسن النظافة اه إن الله يحب التوابين ويحب التهرين احنا أمة قانون مرور قانون مرور ازاي كلام ده اه دي نتكلم اه اتكلم عن قانون مرور وشنها بقالك اعطي الطريق حقه قالوا محق الطريق رسول الله كفف البصر ورد السلام وإماطة الأزة شيل وحط طب إماطة الأزة دي نفعش أما كون إشارة خضر عدي وحمرقف ما ينتنفعش إماطة الأزة ما تزيدش عن الصورة 80 كيلو عشان هتعمل حدثة نظامها بقواعد عامة اتهارة تروح برد أوروبا وترجع ده أنا شفت النظافة إيه شفت الدنيا إيه تفضل معنا آخر اتصال السيد أحمد أهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل السيد أحمد أهلا وسهلا كل سنة وحضراتك طيب كل عام وحضراتكم بخير وأنقل إليكم يعني سلام شعب الدعاهلية كامل سلام من معلم مسجد أحمود الأريان أهلا وسهلا مع حضراتك أحمد الجندي مرضة الخارجة أفن أهلا وسهلا أصرفنا أفن كل سنة وحضراتكم طيبين وخير وصحة وسعادة يا رب كل سنة وحضراتك طيب هو حضراتك فيه سؤال لحضراتك أستاذ أحمد شكرا احنا حبينا بس لمسى عليكم كل سنة وحضراتك طيب وإحنا سعداء بيك جدا شكرا لك يا فن شكرا لك عليكم السلام وبركاته شكرا أستاذ أحمد ربنا بريك لك كامني وكل سنة وحضراتك طيب مقبول يعني السيادة المستشار محمود العريان وقتنا قرب على الانتهاء نعم ولكن حضرتك فتحت لي باب لتجارة مع الله سبحانه وتعالى شديد أرجو أن لا يغلق هذا الباب في نجوهنا آمين يا رب ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني بفتحة لينا النهاردة للباب دوت أن يكون الباب دوت هو باب خيري لي والغيري وكل السادة المشاهدين اللي شوفونا النهاردة السؤال اللي هنجوبه في آخر الحلقة معنا النهاردة الزكاة المدام فاطمة بتقول الزكاة ممكن نديها اليتيم أم بس ولا يتيم أم وأب شوف بس عايزة أصلى على القصة اليتيم دي اليتيم هو يتيم الأب يعني من يطلق عليه لفظ اليتيم اسمه يتيم الأب وبالمرة أنا ضد بداع اللي اسمه يومه اليتيم انت بنبضحه طيب الزكاة تصلح لكل محتاج قد يكون يتيم ومش محتاج محتاج فعلا يبقى أولى تمام وزكاة الفطر في رمضان تبدأ من هذه الليلة لغاية صلاة العيد إن شاء الله هتكون معنا في حلقات أخرى إن شاء الله شهر رمضان الكريم أنا شرفت بيك النهاردة وسعيت بيك جدا وإن شاء الله على أمل وعد يكون معنا حلقات أخرى شهر رمضان الكريم نتمنى نصوم الشهر كله إن شاء الله ويجعلنا الله من أهل ليلة القدر بإذن الله آمين يا رب يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم وعلى أمل وعد أن نتجدد معكم اللقاء في شهر رمضان كان معكم هاني الفرماوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته